شراكة الاقتصادية الأوروبية المصرية نظمت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات الاتحاد الأوروبي دايما تمويلات وهي منح لا يقوم بتنفيذها بنفسه ولكن بيبقى فيه وكالات أوروبية أخرى شفنا الوكالة الفرنسية للتنمية شفنا الجانب الإيطالي والجانب الألماني وأيضا المنظمة الأوي سي دي كل دي تمويلات مهمة جدا بتعكس أوليات الدولة المصرية الجزء الثاني المهم أنه التمويل المختلط أصبح هو السمة الموجودة دلوقتي وزاي من خلال الملاح بنقدر نعظم الفرص التمويلية للقطاع الخاص وده بيحصل مع الاتحاد الأوروبي من خلال تمويلات البنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الأوروبي لأعدل الأمر والتنمية خلال الاحتفالية وقع الجانبان المصري والأوروبي اتفاقيات منح تنموية بقيمة 138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة والتنمية الريفية والمجتمعية وتعزيز الحوكمة نحتفل بـ 45 عاما من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ولدينا عامين مهمين في أوروبا عام الشباب وهنا في مصر عام المجتمع المدني وقمنا مؤخرا بالانتهاء من التفاوض حول بعض المشاريع المستقبلية وسوف نقوم بمناقشتها أعتقد سيكون ذلك خلال الأسابيع القادمة وهناك نية أيضا لتوسيع حجم التعاون بيننا تعاون مستمر يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية علي عمر MBC مصر ترجمة نانسي قنقر